بنت إسرائيل أكثر من 140 مستوطنة في الضفة الغربية من دون رادع دولي ولا شيء يبدو أنه سيتغير في خطة بناء مستوطنات إضافية رغم الاعتراضات نفسها إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إسرائيل إلى وقف ما وصفها بالقرارات المقلقة بشأن النشاط الاستطاني في الضفة الغربية والعدول عنها وكرر جوتيريس وفق نائب المتحدث باسمه أن المستوطنات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ورأى أنها تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل قابل للاستمرار على أساس الدولتين وسلام عادل وشامل وعليه ترى الأمم المتحدة أن توسيع المستوطنات غير القانونية محرق رئيس للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة ما الذي عزز هذه المخاوف الدولية من الأوضاع في الضفة الغربية؟ قرار الحكومة الإسرائيلية قبل أيام تقلص الإجراءات الإدارية في عملية منح طراخص بناء المستوطنات والمضي قدما في بناء أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة الولايات المتحدة منزعجة بشدة من هذا القرار وهي الحليف الأول لإسرائيل لكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية غير مكترثة بذلك إذ أكدت استمرارها في عملية البناء وقال وزير ماليتها إنهم لن يقبلوا الضغط من الدول الأخرى وفق تعبيره تصريح يبدو مفهوما في سياقه لكنه قد يتحول إلى مؤشر توتر جديد بين إسرائيل والولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر